خلت سايبت اسكنديرية عارفينوا موضوع اسكنديرية طلعت والدته سيدة الفاضلة وبتشاطر عائلة ريجيني وبتقول على ريجيني الشهيد هي طبعا يعني ست يعني شايفها وبتقول انه يعني ما معناه يعني عايزة تلبس البلد الموضوع او تلبس الدخلية الموضوع استغربت مين ورا الفكرة دي مين اللي ترجم للإيطالية والفرنسية والألمانية والإنجليزية مين ورا موضوع مين بيلعب في الحكاية دي مين الأطراف اللي عايزين انه مصر طبعا هي اللي ارتكبت الجريمة مين اللي عايز كده مين اللي بيساعد انهي إعلام انهي وسائل انهي أشخاص انهي منظر انهي جهات مين الليه ما صحة انه عايز يخلي البلد تعترف بأمره مش موجود لحد ما سبتش شيء لحد دلوقتي طيب مهطلين قاعدين يعني جماعة بتوع إيطاليا الأمن الإيطالي موجود وبيشوف وبيتابعه وبيسأله وبيفعل سليفونات وبيشاف مش عارف ايه وخطوه كل حاجة هل الأمن الإيطالي وصل لحاجة احنا ما نعرفهاش لا هل الأمن الإيطالي في معلومة تم إخفاه عنه أبدا هل الأمن الإيطالي لا يعرف الحقيقة لحد الوقتي ولا حد يعرف الحقيقة حتى زي اللحظة لسه حدش عنده أي معلومات طيب هل هل في لحظة كده تيجي مثلا إيطالة تقولك أي حاجة وخلاص يعني لا دي تحقيقات هل النيابة تنحاز النيابة لا تنحاز لأحد تنحاز للعدالة والكشف عن الحقيقة ده دور النيابة المصرية وطول عمرنا نسق بالنيابة المصرية ملهاش ما صحة لو طرف أو مفيش محدش يقدر يخبئ ليه أم خالد سعيد دلوقتي تعمل ده ليه نفسي أعرف ومين اللي عمل ومين اللي رتب وإيه الرسالة سببها إيه النهاردة إيه الضغط اللي بيتم على البلد ليه بره شغالين جامد جدا ما هو الإرهابيين فشلوا وقنواتهم وإعلاميهم فشلوا والداخل فشلوا وكل شيء بيفشلوا حتى لجوم فترة من الفترات كده قال لكم مصر والسعودية والعلاقات وقعدوا يعملوا حلاقات أحسن مما يتخيلوا والملك سلمان خدم الحرمين جاي يوم الأربع زيارة تاريخية مهمة جدا جدا يوم الأربع جاي مش هيقعد ليلة ولا ليلتين قاعد خمس أيام في مصر يعني زيارة قد إيه لبلد ملك سلمان جاي وفد سعودي بدأ جاي بقاله أربع تيام والنهار ده وفد تاني قاعد ولقاءات مع الوزراء والمسؤولين كل الوزراء زيارة بقول لحاكو على قدر كبير من الأهمية هنبقى نتكلم في وقت اللاحق عن هذه الزيارة وأهميتها إيه وحكاية هذه الزيارة والتوقيت والكلام ده كله فبقول لحاكو هم كل شيء بلاقوا إيه البلد نضرب علاقاتنا لا فشلوا فنوقع هنا فشلوا فنشتغل على إيه على الموضوع المجهول لحد النهاردة قضية مجهولة حتى هذه اللحظة حدش يعرف أي حاجة فيش حاجة لسه يعني منتظرين الفرج من عند ربنا مين يتعرف بيشتغلوا في الموضوع ده والآخرين اللي جواه اللي بيشتغلوا معاهم اللي أنا نفسي نفسي أعرف إيه مصاحتهم يعني يفتكروا مثلا جريتهم دي وإعلامهم وغيره وغيره ومواقعهم لا قدر الله لا قدر الله حصل حاجة للبلد وإن شاء الله مش هيحصل إن شاء الله مش هيحصل يا ما عدنا من أزمات كتيرة قوي قوي عدنا من أزمات صعبة يعني يعني عمرنا ما شفنا قد اللي شفناه يوم تلاتين ويوم تلاتة سبعة وغيره وقل حد النهاردة إحنا كنا فين البلد كانت فين والشعب كان فين وكنا راحين على فين أصلا كلنا كلنا فدي أزمة نعم أزمة صحيح في مشكلة أيوة بر وجوء أيوة بعضه بيستغل كتير جدا داخلين وخارجين نعم كل جانبوا عارفينه ولكن تحدي مايجيش واحد من مليون من تلاتين ستة واحد من مليون وأنا بقول واحد من مليون إن انت ما عندكش اعتراف دولي من يوم تلاتة سبعة يمكن دولتين تلاتة أربعة من بينين المملكة العربية السعودية المغفور له الملك عبد الله لما طلع بيان يومها بالليل تلاتة سبعة يومها بالليل ساعة اتناشر اتناشر بالليل كده وبعدها دولتين تلاتة وخلاص وانسى بقى العالم خد بقى ادىك ظهره مش هنوصل لده تاني عشان بس نبقى عارفين ولكن هم عايزين يوصلوك للأخطر اللي انا كلمتوكو عنه وبكلمكو تاني عشان محدش ينجرف وراء الترويج للأكاذيب لأنه الموضوع ده على المحكة وفيه خطورة خطورة على البلد على فكرة مش خطورة علينا كلنا يعني إنه اللعب في الملف ده بدون دليل لأنه هو الملف النهاردة مين أجلس الأمن مصر وإيطاليا بس كده حدش عنده معلومات غير الأجلس الأمن فقط لغير مفيش لا صحف إيطالي عنده ولا صحف فرنسي عنده ولا بتوعي بي بي سي الكذبين دول على طول عندهم ولا رويتر اللي بيطلعوا في بركة ولا نيورب تايمز ولا الواشنطن ولا كل الأمريكان كل دول كذبين 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 مهم ضمن اللي بيقودوا حملة ضدك مشوفوا النهاردة مجلس الشوخ الأمريكي أضاء مجلس الشوخ اللي التقوا الرئيس النهاردة بي أبلو